والقانون فعلا بيحمل مغفلين؟ لا دي يعني دي يعني مستقلة إلى حد ما عن موضوع الفساد وكيفية مواجهة الفساد وهل بيؤخذ على أيدي المفسدين ولا بندلعهم ولا هل بنيجي للفاسد الذي مثلا اختلص عشر جنيه نديله عشر سنين واللي بيختلص ملايين نقوله تصالح وما تزعلش حقك علينا ما هي يعني الفساد يعني منظومة منظومة وكما قيل سابقا يعني في دولة فساد مش فساد دولة 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 فساد أيام حسن مبارك وللأسف هي مازالت يعني هذه دولة الفساد مازالت موجودة ولكن يعني منهج تعاطي موضوع الفساد هيكون ايه هنعرف الفساد احنا مش عايزين نخش في كلام نظري وكلام يعني عايزين نلزع على أرض الواقع احنا مصر التي استضافت مؤتمر محاربة الفساد يعني حاجة عجيبة يعني واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون يعني هو مش مش حاسس بي ان هو مفسد بس لا ده بينكر وبعدين لما قال اني اخافوا ان يبدل دينكم او ان يظهر في الأرض الفساد هو يعني هم عابوا على سيدنا موسى ان هو هيظهر الفساد انما ده معناه بمعنى تفسير الحرفي ان الفساد كان موجود في ادارة فرعون وادارة الدولة المصرية ولكن خايف احسن يعني المصلح لو سيدنا موسى يظهر هذا الفساد ويبينه للناس ولذلك كل الآليات التي تستخدمها الدولة من اجل يعني اخفاء الفساد وليس معالجة الفساد يعني العينة التي ظهرت احنا فيه عينتين انا هجيبني المسالين المثال الاولاني الراجل مستشار اللي في الرئاسة ودي عينة من الفساد الدائرة المحيطة بالرئاسة الجمهورية المستشار اللي هو في المكالمة اللي هو الافاص كان بيتكلم مع ميرفت المحامية وهي ايضا مستشارة وزعلان ان هو اخد عشرين مليون فكة عشرين مليون من ابو هشيمة علشان يعني رشوة علشان ياخد الصفقة هو ده مش فساد ده عينة من الفساد اللي موجود في هذه الطبقة طيب يعني ما هو الاجراء اللي لازل تأخذ سابوا المشكلة ومسكوا في عبدالله وقالوا ان متفابرك ويقبضوا على ابوه يعني لاجأوا الى وسائل اخرى بعيد عن حل المشكلة الاصلية